العلاقة بين المكان وبين الإنسان علاقة وجدان علاقة فكر ومحبة وهي جزء من تاريخ اليمن القديم والحديث أيضا إذن من يهتم بهاني لما تأتي فئة أو مجموعة تحمل أفكار محددة وتعتقد أن كل ما ليس له علاقة بها لا يهمها لكن الصناعة تهتم بالعالم والعالم يهتم به صنعاء جزء من وجدان الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه أي مس فيها في طريقة بنائها في مداخلها في أبوابها يعتبر مس في التاريخ وهذا ما أكدت عليها اليونسكو باعتبار أنها ضمن اهتمامات اليونسكو واللي جعلها في الأخير أن تبعها ضمن قائمة الخطر المدن اللي تحت الخطر تحت الخطر ليش؟ لعدم الاهتمام للتغيير في ملاميحها للتغيير في بنائها اللي تم الاتفاق عليه من ستة وثمانين فما بعد لكن عندما تكون فئة تحمل أفكار محددة ولا يهمها البقية هنا الخراب هنا الدمار هنا التوحش والبحث فقط عن القبح وهذا ما يؤثر في نفسية الإنسان اليمني ويؤثر أيضا في نفسية الناس في العالم أجمع اللي يحبون صنعاء ويحبون الترات ويحبون أن تكون هذه المدينة سالمة